السلام عليكم، كثير من الناس يحبين يدرسوا في كندا ويكملوا حياتهم الدراسية هنا ولكن دائما العائق الأول يكون قدامهم هو موضوع اللغة الإنجليزية فمن الطرق السهلة أن الواحد يدرس في كندا هو أنه يتعلم لغة إنجليزية في كندا وبعدها يعمل شغلة يسموها Pathway أنه يحول من دراسة اللغة لدراسة الجامعة وعن طريق شركتي فادي يونس كونسلتنسي لخدمات الطلاب بس تقطب كثير طلاب من دول الخليج تحديدا من السعودية، من الإمارات، من الكويت، من قطر، ومن البرازيل ومن غيرها من الدول الثانية أنهم يأتيوا في كندا يدرسوا لغة إنجليزية معهد VIC وSSLC هم قدموا منحة طلابية للمتابعين تابعنا لأننا كملنا 100 ألف مشترك بأنه يأتي أحد الطلاب يفوز ويربح جائزة بأنه يدرس لمدة شهر ليتعلم اللغة الإنجليزية في كندا وVIC وSSLC يعتبروا واحد من أكبر المعاهد اللي إلهم مواقع في فانكوبر وفي تورونتو المنحة مدة شهر وراح تكون في مدينة تورونتو في كندا كيف همكم إنكم تشتركوا وتفوزوا في هاي المنحة؟ أول إشي بتكم يتعبوا معلوماتكم الشخصية فالرابط اللي ستركلكم إياه في صندوق الوصف بتحطوا فيها أسماءكم الجنسية تبعتكم مكان الإقامة وكل المعلومات تبعتكم والبريد الإلكتروني عشان لما يفوز أحد المتابعين نتواصل معه بطريقة مباشرة عشان تخبره بنتيجة السحد المنحة مدتها شهر واحد مدفوعة كاملة بكافة الأقصار والتسجيل والكتب والمواد المطلوبة عشان التدريس وهي المنحة مش محصولة بجنسية معينة وينما كنت انت موجود في أي مكان في العالم وطلع اسمك بالسحب رح تفوز انت بهاي المنحة بعد ما تسجل معلوماتك في الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تعمل لايك على الفيديو على اليوتيوب وبتكتب تعليق بإنك انت سجلت المعلومات تبعتك نتيجة المنحة رح يتم نشرها على حسابي الخاص في الانستغرام اللي مبين على الشاشة فلازم يتبعوني على الانستغرام عشان هناك رح تطلع النتيجة حصولك على الفيزا الكندية هو أمر شخصي انت لازم تأمنه بنفسك احنا اللي بنعمله انح نأمن لك الأوراق المطلوبة عشان نورجي انه انت المنحة تبعتك متغطية بكافة التكاليف من المعهد اللي هو في آي سي و اس اس ال سي عشان انت تستخدمها بالسفارة الكندية محل ما انت بدك تقدم على فيزا الطلاب السكن مش مشمول والإقامة ومصاريف الإقامة تبعتك في كندا مش مشمول بهاي المنحة تذاكر السفر برضو غير مشمولة فيهاي المنحة التأمين الصحي وأي مصاريف أخرى خاصة فيك غير مشمولة فيهاي المنحة السحب رح يكون بس نوصل للـ 120 ألف مشترك على القناة فان شاء الله كل ما نوصل لـ 50 ألف زيادة على القناة رح نعمل منحة جديدة ان شاء الله سواء كانت مع معهد الـ VIC والـ SSLC أو غير من المعاهد التانية فالمنحة الجاي ان شاء الله ستكون لما نوصل 150 ألف مشترك ولما نوصل على 200 ألف مشترك وكل ما نوصل 50 ألف ان شاء الله رح نعمل منح زي هكي بالتوفيق للكم جميعا وان شاء الله اللي رح يفوز في السحب رح يستقبله من المطار ورح أوصله للمعهد ورح نعمل كل المعاملات تبعته والأوراق المطلوبة منه عشان يبدأ في الدراسة تبعته في اللغة الإنجليزية في كندا إذا كنتوا عم بتفكروا انكم تيجوا على كندا عشان تدرسوا لغة إنجليزية فيكم تتواصلوا معي على الإيميل اللي مبين على الشاشة والحلقة الجاي ان شاء الله رح أحكي لكم على موضوع الهجرة الطلابية وإيش أفضل طريقة عشان الواحد ييجي يهاجر على كندا خصوصا لموضوع الطلاب بس ما تنسوا انكم تعملوا لايك وشاري وسبسكرايب على قناة اليوتيوب وبشوفكم الحلقة القادمة ان شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة